أدرك أقطاب العملية السياسية في العراق أن نهاية حكمهم الفاسد مرهونة بنجاح ثورة تشرين وما أفرزته من حراك شعبي واعي على المستوى السياسي والاجتماعي لذلك يحاولون في محطتهم الأخيرة استخدام مختلف الوسائل لإنهاء هذه الثورة عبر القمع تارة وعبر الإصلاحات الشكلية تارة أخرى فما بين ميليشيات تقمع وتقتل المتظاهرين وحكومة تحاول إظهار نفسها بمظهر الحاملهم تستمر ثورة تشرين غير مبالية بالضغوطات وطرق الخداع الحكومية مصطفى الكاظمي وبعد فشله في ضبط السلاح المنفلت عند أول اختبار يوجه البوصلة إلى ملف مكافحة الفساد وبدلا من ضرب رأس أفعى الفساد يستهدف ذيلها عبر حملة طالت صغار الفاسدين ممن يمكن التضحية بهم عند الأحزاب والكتل لإتمام هذه المسرحية فمثلا لا ضرر أن يطاح بمسؤولين من الصف الثالث أو الرابع مع بقائم ظلاتهم السياسية التي تشرعن الفساد بعيدا عن الواجهة محاولة تخفيف حدة التظاهرات عن طريق القوة الناعمة ترافقها قوة خشنة تستخدمها الميليشيات ضد المتظاهرين عن طريق القتل والاختطاف والترهيب فمن لم تردعه الوعود بالإصلاح المزعوم رداعته اليد الضاربة هكذا اعتقد شركاء العملية السياسية وشرعوا يطبقون هذه الأساليب بعد أن فشلوا سابقا في أنهاء التظاهرات باستخدام اختلف أنواع القمع المباشرة لكن سير الحراك الشعبي لا يبشر الحكومة بنجاح خططها حيث أن المتظاهرين تجاوزوا في مطالبهم السقف المقبول لدى الحكومة وصارت أهدافهم إعادة بناء نظام سياسي جديد أوسع من فضاء المنظومة الحاكمة